أسخة لحظة لحظة لنا محاولة من الله لكن ما هو الأسخة لأسخة؟ نعم، أسخة لحظة الناس لأن أدام وإيه عندما أسرعوا وعندما أسرعوا الله فإنهم بدأت المساعدة في الناس لذلك عندما تكون هذه المساعدة، بدأنا أن نكون سيئة وكذلك أيضاً الموت في المؤسس الأخير من هذه المساعدة لذلك هذه المساعدة والمساعدة هي المهمة المهمة في حياتنا وهذا لماذا يدعى أن يصل على المساعدة المساعدة كذلك كان يساعد المساعدة والمساعدة والمساعدة على المساعدة لإستخدام المساعدة لإعطاءنا الحياة المضمية، هذا هو الحياة المساعدة فأنا لا يمكننا أن نقول أن هذا محاعدة الدنيا، لم تكن محاعدة الدنيا والأطفال الدنيا هي حياة الحياة الضوء للمساعدة وحياة الحياة الضوء نفس الشيطان ولكننا نتحن سن نحن لذلك من المسافة، ومن المسافة، ومن المسافة من هذا الحياة ولكن الله أطلق إلى الرسالة الحياة للمساعدة هذا هو المصبب للأسفة ولكن هناك أيضا عنه لأنك تتحدثت أن المسافة يمكن أن يكون مدى من المسافة نعم. في بعض الوقت ، لأن الناس يدخلون إلى بعض الأشياء الضوء ، يدخلوا بعض الأشياء أو بعض الأشياء ، مثل لأيدي ، يبدوا أن يكون لديهم بعض الأشياء الضوءية التي تكون مخصوصًا ، لذلك يتحدثون بأيدي ، أو أن الأشياء الضوءية يتحدثون بأسفل الضوء ، لذلك أحيانا نرى أن الحدوء يتحدثون بأسفل الضوء ، لكن لا نستطيع أن تقول أن هذا هو فقط الأشياء أو تماماً حدوء. الحدوء يتمكن من النقوة لا يوجد الحدوى ، إنه فقط في الحياة الناس ، لذلك يمكن أن نرى أن الأشياء يصدرون أشياء أو أعضاء بعض الأشياء. أعطيكم أن تخلص الأبعاء الذين يساعدون من الأبعاء. ونحن أحيان الأبعاء في الأبعاء أو أي جميع أمم في المتابعة يمكن أن يكون المساعدة من هذه المتابعة أن يبدأ بمعناء ، أن يفكرون لدى الله ، أن يبدأ بحب أحدهم ، أن يظهر أكثر من أساسة للمبادرة المساعدة. لذلك المسكين والمسكين المسكين يمكن أن يساعد كلما إلى أقل إلى الله وإن أحب أحدهم أكثر لذلك نظرنا الكثير من الأسفل المسكين المسكين ليس لتبع جيداً في الحقيقة الحياة يمكن أن يكون المسكين من الأسفل في الحياة عندما تظرح في حول ورى كمه كبير من الناس يساعدون المسكين أو المسكين أو المسكين يمكنك أن ترى أن الحياة في الحياة تبع فيها لتبع جداً لأجد المسكين لذلك لا تحتاج إلى أن تبع جداً كبيراً لأنك في حياة تبعوا ولكن بعد قليلة تجدون أن تبع بأن هذه الأسفل تبعون بالحياة تبعون في حياتك تبعون في حياتك لذلك يتبعون بشكل جيد في حياتك لذلك ترجمة الله أنه سيقف على أحد الذي يساعد في هذا المدين عندما تتبعون في الله مع المساعدة. لذلك تتبع في هذا الشيء ، ستتبعون في الله في حياتك في حياتك و حتى في حياتك.